السلام عليكم ورحمة الله أرجو من الله أن تكونوا بخير موضوعنا اليوم هو أقوى مبيد حشري طبيعي يمكن تحضيره داخل المنزل نبدأ بالمقادير ثلاث ملاعق كبيرة من الفلفل الحار غير المطحون ثلاث ملاعق كبيرة من الفلفل الحار المطحون اثنين ملعقة كبيرة بصل مطحون واثنين ملعقة كبيرة ثوم مطحون نجيب هذه المواد مع بعضها نخلطها تخلط هذه المواد مع بعضها البعض بعد ذلك يوضع ماء قليل بمقدار يكون يغطي الخليط توضع بداخل قدر من الماء نغطي هذا الخليط ويوضع هذا الخليط على النار لمدة 15 دقيقة بعد ذلك يصف الخليط عن طريق قطعة قماش أو عن طريق خلي نقول ممكن مصفي لتصفية الخليط من الشوائب لاستخراج السائل من الخليط نستخرج فقط السائل من هذا الخليط الخلطنا من هاي المواد بعد ذلك يضاف للسائل المصفى عدة أمور هي بعد ما حمينا على النار طلع نستخرجنا السائل مالته بعد ما استخرجنا السائل راح نضيف هذه الأمور ثلاث ملعقة كبيرة من زيت النيم حيث يمكن حصول عليه من العطار قد أي عطار قل لي أريز زيت النيم ثلاث ملعقة كبيرة من الخلط أي نوع من أنواع الخلط ثلاث ملعقة كبيرة من صابون سائل أو صابون غسل أو أني بعد ذلك يضاف للخليط واحد لتر ماء بعد ما ضفنا هذه الأمور نضيف له واحد لتر ماء لتخفيف الخليط هكذا وصلنا لتحضير أقوى مبيد حشري من المواد الطبيعي يمكن الحصول عليها بكل بساطة ملاحظة كما اتفقنا سابقا واللي هو هذا موضوع سؤال فنبي سابقا موعد رش المبيدات أما صباحا أو مساءا قبل غروب الشمس وهذا الوقت هو أفضل وقت المساء بعد غروب الشمس هذا أفضل وقت لرش المبيدات للنباتات ملاحظة ثانية يمكن تكرار الرش المبيد كل أسبوع لحين اختفاء الحشرات كذلك يمكن زيادة كمية المبيد بمضاعفة الكمية لكل مؤدة يمكننا زيادة المبيد بمضاعفة كل المواد دمتم في أمان الله وإلى اللقاء